أكدت وزارة الموارد المائية والرئي أهمية مشروع محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحراء المتوسط في تحقيق التكامل الإقليمي والربط بين دول حوض النيل وخلال اللقاء لوزير الرئيس مع إيفا مسودي نائبة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الكونجو ديمقراطية تم الاتفاق على مد بروتوكول التعاون الفني في مجال الموارد المائية بين مصر والكونجو لخمس سنوات جديدة بين عامي 2022 و2027 وذلك من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد تهم المياه أمر هام جدا بالنسبة لي ويمكني أن أقول أن الموارد المائية لا يمكن أن تكون سببا للصراعات ولكنها يجب أن تكون مصدرة للسلام ولا يمكن أن يكون لديك نهرا عابرا لوطنك أنت فقط لابد من وجود شعوب وجنسيات مختلفة ويجب أن تدار تلك الموارد المائية بالشكل الصحيح وأن نتحمل مسؤولية المستقبل لأطفالنا وأحفادنا